شاروخا هو ممثل هندي شهير وأحد أكبر نجوم صناعة السينما في بوليون ولد شاروخا في 2 نوفمبر 1965 في مدينة نيوديلهي الهن يعتبر شاروخا رمزا للنجومية والشعبية الواسعة في الهند وحول العالم بدأ شاروخا نسيرته الفنية في عالم التنثيل من خلال الدراما التلفزيونية حيث شارك في عدة مسلسلات ناجحة ومن ثم حقق النجاح في السينما بدور ثانوي في فيلم ديوون عام 1992 ومنذ ذلك الحين حقق شاروخا نجاحا كبيرا واستطاع أن يجمع جمهيرية هائلة يعتبر شاروخا أحد أكثر النجوم تذاكر في التاريخ حيث يحظى بشعبية جارفة في الهند وعبر الحدود تتنيز أدوار شاروخا بالرومانسية والدراما والكوميديا يتمتع بستايل فريد وشخصية ساحرة تجذب الجمهور يتميز بأدائه القوي والعاطفي وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة بشكل مثهل يتمتع بموهبة فريدة في التعبير عن المشاعر والاندماج في الشخصيات التي يلعبها اشتهر شاروخا بأفلامه الناجحة مثل دلولدالهيني ليدجارينبغ وكاتش كاتش هوتي هي ومينينسكاون قدم أدوارا محبوبة للجمهور وحقق نجاحا كبيرا في صناعة السينما يعتبر شاروخا أيقونة للرومانسية ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بالإضافة إلى أعماله السينمائية يشتهر شاروخا بأعماله الخيرية والاجتماعية يدعم العديد من المبادرات والحملات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء وتوفير التعليم للأطفال شاروخا ليس فقط ممثلا بارعا بل يعتبر ربلا أعمال ناجحا أيضا بجانب مسيرته الفنية يمتلك شاروخا شركة إنتاج سينمائي خاصة به اسم حيث يمتب العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الناجحة كما يعتبر شاروخا واحدا من أغنى المشهير في العالم بثروة تقدر بالملايين ترجمة نانسي قنقر